بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم طلبتنا الأعزاء طلبة الصف الثاني متوسط في حل أسئلة الاختبار الأسبوعي الرابع عشر والذي يبث عبر فضائية العراق التربوية نعم أعزائي الطلبة وصلنا في حل أسئلة الاختبارات إلى السؤال السادس والعشرون السؤال السادس والعشرون مثل النقاط التالية وصورها في المستوي الإحداثي أولاً بانسحاب النقطة أي ثلاثة خمسة أربع وحدات نحو اليسار هنا أنا منطيني بالسؤال النقطة أي إحداثي X ثلاثة وإحداثي Y خمسة المطلوب مني عندي بالسؤال أنه أسحب هذه النقطة أربع وحدات إلى اليسار مثل ما تعلمت عزيز الطالب إذا أردنا أن نسحب أي نقطة نحو اليمين أو اليسار فإن التغيير سوف يكون في الإحداثي X وفي السؤال الثاني المطلوب بانسحاب النقطة بي سالب اثنين أربعة وحدتان نحو الأعلى أما إذا كان الانسحاب إلى الأعلى أو إلى الأسفل فسوف يكون التغيير في الإحداثي Y ومن خلال حل هذا المثال السؤال سوف نتعرف على الحل نعم عزيز الطالب سوف نقوم بحل هذا السؤال أولا سوف نقوم بكتابة القانون الرئيسي اللي هو TX للنقطة XY يساوي X زائد A نلاحظ أنه التغيير أصبح فقط في X و Y يبقى ثابتا راح نعوض النقطة راح ناخذ الانسحاب للنقطة المعطاة في السؤال اللي هي ثلاثة خمسة منطيني أربع وحدات نحو اليسار احنا هنا بالقانون كاتبين X زائد A بس بالقانون طبقنا ثلاثة ناقص أربعة احنا أربع وحدات إلى اليسار خلينا الإشارة السالبة لأن التحرك نحو اليسار نعم عزيز الطالب مثل ما تلاحظ أنه بعد موجب ثلاثة زائد سالب أربعة سوف يكون الناتج سالب واحد أما النقطة خمسة فهي تبقى ثابتة فبالتالي الأي فتحة النقطة أي بعد الانسحاب أصبحت لدينا سالب واحد خمسة ننتقل لحل النقطة الثانية بانسحاب النقطة سالب اثنين أربعة عفوا TYXY هنا الإحداث الصاددي هو إحداثي Y سوف يتغير بإضافة الثابت B واللي يطلب من عدي وحدتان نحو الأعلى نعوض عن النقطة المعطات لدينا بالسؤال اللي هي سالب اثنين أربعة سالب اثنين مثل ما تعلمنا بما أنه الانسحاب نحو الأعلى سوف يبقى قيمة المتغير X ثابت أما الإحداثي X ثابت أما الواي فرح نضيف اثنين وتبقى الإشارة موجبة لأن التحرك نحو الأعلى سالب اثنين تبقى ثابتة أما أربعة زائد اثنين فهي ستة وأصبح لدينا أنه بفتحة النقطة بعد الانسحاب هي سالب اثنين وستة الآن سوف نتعرف على النقاط المعطات في السؤال النقطة الأولى كانت ثلاثة في محور X وخمسة في محور خمسة في محور Y أما النقطة بعد الانسحاب أصبحت لدينا سالب واحد وخمسة بالنسبة للنقطة الثانية سالب اثنين عندي بال بالأكس أو أربعة بالواي بعد الانسحاب أصبحت سالب اثنين مثل ما جاي اللاحظ عزيز الطالب أصبحت ثابتة أما الواي فتغيرت من أربعة إلى ستة فاللينا تحركنا نحو الأعلى وحدتين ننتقل إلى السؤال اللي بعده السؤال سبعة وعشرين مثل النقطة التالية وصورتها في المستوى الاحداثي بنسحاب النقطة C سالب اثنين أربعة بنسحاب النقطة سالب اثنين أربعة وحدة واحدة نحو اليمين ووحدتين نحو الأسفل هنا نمطين نقطة هنا نمطين النقطة C سالب اثنين أربعة بس المطلوب من عندي أحركها وحدة واحدة نحو اليمين ووحدتين نحو الأسفل هنا رح يكون التغير بالإحداث السيني وكذلك التغير بالإحداث الصادي رح ننتقل نشوف الحل نكتب القانون هنا بالسؤال السابق من كانت الانسحاب نحو اليمين أو اليسار كنا نكتب فقط T للأكس أو للأعلى والأسفل كنا نكتب فقط T للواي بما أنه هنا بالسؤال نفس النقطة يريدني أتحرك بيها وحدة واحدة نحو اليمين ووحدتين نحو الأسفل فسوف نقوم بكتابة أنه T X Y للنقطة X Y هنا أنا رح نلاحظ عزيز الطالب أنه X زائد A ضفنا له الثابت A وكذلك الواي زائد B رح نلاحظ أنه بعد التعويض بالنقطة المعطاة بالسؤال اللي هي C سالب 2 و 4 سالب 2 يريدها وحدة واحدة نحو اليمين بما أنه نحو اليمين تبقى الإشارة موجب واحد ووحدتين نحو الأسفل عندي السؤال من طيني أربعة فأصبحت سالب 2 وبعد الحل سالب 2 زائد 1 الإشارات مختلفة الإشارة للعدد الأكبر والعملية طرح فأصبحت عد النقطة C فتحة بعد الانسحاب إحداث X لها هو سالب واحد أما الإحداث Y فهو رح يكون أربعة ناقص اثنين فبالتالي أصبح عندي سالب اثنين رح نلاحظ الرسم رح نشوف النقطة الأصلية وبعدها رح نلاحظ إحداثيات النقطة بعد الانسحاب فالنقطة اللي عندي بالسؤال المقطات هي الإحداث السيني مالتها سالب اثنين أما الإحداث الصادي مالتها أربعة فبالتالي هاي النقطة C اللي إحداثياتها سالب اثنين أو أربعة بعد الانسحاب إش أصبحت عدي النقطة إحداثيها السيني سالب واحد أما إحداثيها الصادي فهو اثنين فبالتالي النقطة C فتحة بعد الانسحاب أصبحت لدينا تساوي سالب واحد باثنين نعم عزيز الطالب ننتقل إلى السؤال 28 واللي يقول جد انسحاب المثلث ABC منطيني نقاط مثلث الأي هي 2 ثلاثة أما البي هي سالب 1 أربعة والس صفر 2 يريد انسحاب هذا المثلث بمقدار ثلاث وحدات نحو الأسبل ثم يمثله وصورته في المستوي الإحداث نعم عزيز الطالب سوف نقوم بكتابة القانون الذي يخص الانسحاب نحو الأسفل ومثل ما تعودنا أنه إذا انسحاب نحو الأسفل أو نحو الأعلى فرح يكون الانسحاب على محور Y فبالتالي يكون TY للنقطة XY إحداثي X ثابت أما الY فهي اللي رح يكون بعملية الانسحاب Y زائد B بعدين رح نطبق القانون على النقطة المعطات في السؤال اللي هي رح ناخذها للأي 2 ثلاثة الاثنين مثل ما تعلمنا تبقى ثابت لأنه تمثل الإحداثي X أما التغير فسوف يصبح في إحداثي Y ثلاثة وحدات نحو الأسفل فسوف نقوم بإضافة سالب 3 فبالتالي الإحداثي أي فتحة 2 تبقى ثابت و3 ناقص 3 أصبح تعدي النقطة أي فتحة إحداثياتها سالب 2 بصفر نقتقل لإيجاد انسحاب النقطة C1 النقطة B سالب 1 أربعة ثلاثة وحدات نحو الأسفل 2 صفر نعم عزيز الطالب أي فتحة أما النقطة B سالب 1 أربعة بعد الانسحاب ثلاثة وحدات أيضا سوف نقوم بكتابة القانون ومثل ما تعلمنا بعدها نقوم بالتعويض إحداثيات النقطة B اللي هي سالب 1 أربعة ومثل ما قلنا إحداثي X يبقى ثابت وسوف نضيف سالب 3 إلى إحداثي Y لأنه الاتجاه نحو الأسفل نجد إحداثيات النقطة B فتحة مثل ما تعلمنا إنه سالب 1 يبقى ثابت وأربعة ناقص ثلاثة اللي هو سوف يكون واحد فبالتالي إحداثيات النقطة B بعد الانسحاب هي سالب 1 أب واحد بعدها عزيز الطالب سوف نجد انسحاب النقطة C ثلاثة وحدات إلى الأسفل واللي إحداثياتها صفر باثنين مثل ما تعلمنا أيضا سوف نقوم بكتابة القانون وبعدها نعوض عن إحداثي النقطة C صفر باثنين فبالتالي 2 ناقص ثلاثة الإشارات مختلفة فإذن إحداثي النقطة C بعد الانسحاب اللي رمز لاله من رمز C فتحه سوف يكون صفر سالب واحد والآن عزيز الطالب سوف نستعرض الرسم قبل وبعد إجراء عملية الانسحاب هنا المثلث الأصلي اللي يعدي اللي هو A B C إحداثيات النقاط التالية الأي 2 بالأكس ثلاثة بالواي أما الإحداثي نقطة B اللي هو سالب واحد بالأكس وأربعة بالواي وأما إحداثي نقطة C فهو صفر بالأكس على محور نقطة التقاطع المحورين واثنين عندي على محور واي بعد إجراء عملية الانسحاب أصبحت لدينا أي فتحة هي 2 صفر أما B فتحة فهي سالب واحد بالواحد وأحداثي النقطة C فتحة أصبح لدينا النقطة سالب واحد بالصفر نعم عزيز الطالب هذا هو تمثيل صورة المثلث وصورته في المستوي الأحداثي ننتقل إلى السؤال التاسع والعشرين أنسخ المثلث A B C ثم حدد الأزواج المرتبة في المستوي الأحداثي ثم وجد انسحابه ثلاث وحدات نحو اليمين ووحدتان نحو الأسفل وهنا نمطين النقاط التي تمثل المثلث A B C اللي هي إحداثياتها النقطة A 2 صالب واحد أما إحداث النقطة B هو 5 صالب واحد وإحداث النقطة C 4 صالب 4 نعم عزيز الطالب ننتقل لإيجاد بما أنه منطيني نحو اليمين ووحدتان نحو الأسفل فسوف نقوم بتطبيق القانون T X لل Y لإحداث النقطة XY مثل ما تعلمنا هنا إحداث X سوف يتغير وإحداث Y أيضا سوف يتغير نجد الإنسحاب للنقطة A اللي إحداثيات هي 2 بسالب واحد فراح نضيف 3 وحدات نحو اليمين راح يصير إحداثي X اللي هو 2 زائد 3 ووحدتان نحو الأسفل فسوف نضيف سالب 2 هو يريد من عندي وحدتان ولكن نحو الأسفل نضع إشارة سالبة فبالتالي سوف يكون أحداثي النقطة A بعد الإنسحاب هو النقطة 5 سالب 3 الآن عزيز الطالب سوف نجد إحداثي النقطة B بعد الإنسحاب 3 وحدات نحو اليمين ووحدتان نحو الأسفل ومثل ما تعلمنا عزيز الطالب نكتب القانون الخاص بTX للنقطة XY بعدها سوف نقوم بتعويض إحداثيات النقطة B اللي هي 5 بسالب 1 الإحداثي X 3 وحدات إلى اليمين سوف نضيف 3 أما إحداثي Y وحدتان إلى الأسفل فسوف نضيف سالب 2 وسوف ينتج لدينا أنه إحداثي النقطة B بعد الإنسحاب هو 5 زائد 3 8 أما سالب 1 سالب 2 فسوف تكون النقطة سالب 3 نجد إحداثي النقطة C بعد الإنسحاب والتي يكون إحداثياتها 4 وسالب 4 فسوف تكون 4 زائد 3 ثلاث وحدات إلى اليمين وسالب 4 سالب 2 وحدتان نحو الأسفل فبالتالي عزيز الطالب سوف يكون إحداثي النقطة C بعد الإنسحاب 4 زائد 3 7 وسالب 4 سالب 2 سالب 6 الآن عزيز الطالب سوف نجد الرسم في المستوى الإحداثي النقاط قبل الإنسحاب النقطة A كان إحداثيها X 2 Y سالب 1 أما النقطة B فإحداثيها X 5 والإحداثي Y سالب 1 أما النقطة C فكان إحداثيها 4 بسالب 4 وهيها النقطة C بعد الإنسحاب ثلاث وحدات نحو اليمين ووحدتان نحو الأسفل أصبح لدينا المثلث الظاهر باللون الأخضر أي فتحة 5 سالب 3 وبفتحة 8 سالب 3 وصيفة H اللي إحداثياته النقطة 7 وسالب 6 الآن عزيز الطالب ننتقل إلى السؤال الثلاثون وهو السؤال الأخير في حل أسئلة الاختبار الأسبوعي الرابع عشر هنا أنا مطيني بالسؤال ما إحداثيات النقطة XY بالإنسحاب M وحدة نحو اليمين وN وحدة إلى الأعلى هنا أنا بمجرد ما يريدني أطبق على القانون الرئيسي بس ما منطيني أنه كم وحدة راح تحرك إلى اليمين وكم وحدة راح تحرك إلى الأعلى منطينيها بصيغة المتغير M نحو اليمين وبصيغة المتغير N نحو الأعلى نعم عزيز الطالب الآن سوف نقوم بكتابة القانون مثل ما تعلمنا تي أكس للواي للنقطة XY لإحداثياتها مثل ما تعلمت عزيز الطالب بالأسئلة السابقة أنه سوف نضيف M إلى إحداثي X لأن المطلوب بالسؤال M وحدة إلى اليمين وسوف نضيف N إلى الإحداثي Y لأن المطلوب عدي N وحدة إلى الأعلى نعم عزيز الطالب إلى هنا ننتهي من حل أسئلة الاختبار الأسبوع الرابع عشر انتظرونا لحل أسئلة الاختبار الأسبوع الخامس عشر في الأسبوع القادم إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة